صباح النور بلالة صباح الخير مشاهدين عصيبة غابة الأمطار وهل من زخاتنا اليوم؟ إن شاء الله بلالة بداية منها اليوم رح تكون أمطار خفيفة وبحول الله يوم غادة تكون أمطار معتبر أمطار يعني جد غزيرة إن شاء الله مرتقبة على مجمل المناطق الشمالية وبهذا ستكون هناك سلسلة من الاضطرابات الجوية محملة بأمطار غزيرة بحول الله رح تدوم إن شاء الله حسب النماذج الرقمية طيلت بداية من نهر اليوم الثلاثة إلى غاية يوم الثلاثة المقبل نتوقع أن هناك سلسلة من الاضطرابات الجوية أمطار غزيرة معتبرة محليا مرفوقة كذلك بثلوج مرتقبة بحول الله خاصة مع أمسية يوم الخميس بالضافة كل ذلك الأجوار رح تكون باردة ونشوفوا التفاصيل ونبدأوا بما يخص خيال توزيع تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة بداية من يوم قد الأربع إلى غاية يوم الجمعة نلاحظوا يوم غد بحول الله في حد الساعة التاسعة من صبيح حتى يوم غد الأربع نحن نسجد أمطار غزيرة على كل من ولاية وهران سيدي بلا عباس لمسان كذلك سعيدة معسكر مصغان امتيارة شلف حتى على ولاية البليدة المدية الجزائر العاصمة وكذلك أبو مرديس هذا الاضطراب الجوية نشهدوا فيه إن شاء الله حين ينتقل أقول إلى غاية المناطق الشرقية للبلاد الأمطار ستكون أكثر غزرة وأكثر اعتبارا بكميات تصل أو تتعدى الأربعين ملمتر محلين نلاحظوا فيها على مدينة تشلف مصغان موهران معسكر سيدي بلا عباس الجزائر العاصمة البليدة كذلك بومرديس والبويرة يعني اللون الأزرق قاتم إن شاء الله راح تعرفها هذه المناطق إن شاء الله الأمطار تكون أكثر اعتبارا في حدود الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الأربعاء إن شاء الله تدوم الأمطار إن شاء الله في التساقط طيلة يوم غد الأربعاء يعود الصفاء الاستقرار صباحة يوم الخميس على المدن الغربية والوسطى لينتقى إلى شرق البلد وتكون كذلك الثلوج لحظوها تكون حاضرة إن شاء الله مع أمسية يوم الخميس على مرتفعة الجلفة كذلك مرتفعة باتنا وحتى مرتفعة البيض واتيارة إن شاء الله بالنسبة ليوم الجمعة بحول الله ومشاهدين بعض الأمطار المتفرقة على فترة تبقى دايما تشهدها المناطق الساحلية بالخصوص سواحل الوسطى والغربية وحتى بعض السواحل الشرقية للبلاد لكن كميتنا وعنما تكون متوسطة حوالي 20 إلى غاية 30 مليمتر إن شاء الله وهذا ليوم الجمعة بحول الله روحوا نشوفوا فيما يخص خالطة الضغط الجوي والمنخفضات للضغط الجوي إن شاء الله المرتقبة خلال الساعات المقبلة والتوقعات طويلة المدى بداية من يوم الأربعة إلى غاية يوم الجمعة إن شاء الله يعني اللحظوا هناك منخفض للضغط الجوي يعني شديد الفعالية رح يكون محمل بأمطار غزرة معتبرة يعني بداية من يوم غد الأربعة حتى يوم الخميس الجمعة اللحظوا مشاهدين أمطار تكون أكثر غزرة واعتبارا أقول خاصة على المناطق الوسطى والغربية للبلاد في بداية الأمر لكن يوم السبت تكون أمطار أكثر اعتبارا وأكثر غزرة يعني التعدل كمية 80% قد نقولها خاصة على المدن الوسطى وبعض المدن الشرقية للبلاد بحول الله منخفض وليزال متمركز على المدن الوسطى والشرقية بالخصوص السحيلية منها يوم السبت إلى غاية يوم التاسع من شهر نوفم اللحظة المنخفض للضغط الجوي بقى دايما مستمر خاصة على المدن الشمالية السحيلية منها بحول الله لكن في حدود يوم العاشر من شهر نوفم إن شاء الله سيزول هذا الاضطراب الجوي تدريجيا لأن نحن نشوف فيما يخص خالطة أو خالط توزيع الكتل الهوائي ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة إن شاء الله مشاهدين اللحظة انخفاض أو نزول حاد في درجات الحرارة خاصة القصوى مرتقب خلال الساعات المقبلة خاصة يوم غد الأربعان لحظة يعني رح نسجنون بين عشر درجات إلى غاية عشرين درجة كأعلى مقياس مرتقب بشمال البلاد والأجواء تكون بالدى بالخصوص على المدن الغربية والوسطى للبلاد بالنسبة ليوم الخميس خاصة مع تساقد الثروجة يكون إن شاء الله مرتقب يوم الخميس لحظة أن درجات الحرارة تنخفض أكثر فأكثر مقارنة بيوم غد الأربعاء بالنسبة ليوم الخميس لون أخضر ويميز أغلب المدن الداخلية وحتى بعض المدن الساحلية للبلاد ولذلك رح نسجنون بين حوالي ثم درجات إلى أربعتاش درجة كأعلى مقياس وهذا يوم الخميس يعني أجواء شتوية باردة وماطرة إن شاء الله مرتقبة بشمال البلاد نفس الكتلة الهوائية إن شاء الله هي الأخرى تكون مرتقبة ليوم الجمعة يعني أجواء باردة تمييز المناطق الشمالية كذلك على شمال الصحراء منسواج وحتى على منطقة بشر ومنطقة الواحد وتبقى درجة حنوعة مرتفعة نسبيا على كل من مدينة جنوب مدينة أدر إنكزام وكذلك برج باجي مختار بالنسبة لحالة البحر مشاهدين لنهار اليوم مصالح الأرصاد الجوية أصدرت تنبيها من الدرجة الأولى أكدت من خلاله على هبوب رياح قوية بسرعة تنتصل أو تتعدى 60 كم في الساعة وعلو أمواج يصل لغاية ثلث أمتار إن شاء الله هذه الرياح ستستمر إلى غاية فجرة يوم غد الأربعة وهذه السواحل المعنية كل من سواحل مرصب المهيدي الغزاوة بنصف وهران أرزيو مصغانم تنس بوهارون كذلك سواحل الجزائر العاصمة دلس أزفون بجاية جيجل سكيك داع النابة وسواحل القالة الحيطة والحذر لكل مستعملي الملاحة البحرية والجديد بالذكر إن شاء الله على أن البحر إن شاء الله خاصة يوم الخميس والجمعة سيكون بحر دائما هائج مع رياح قوية مرتقبة بحول الله بهذه التوقعات تصل لطي ورقة تحوال الطقس نعود الآن إلى بلال استكمال بقية الأخبار جزيلا شكرا لك حاسيبة على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر